رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول رئيس المجلس العلال شبابي والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تصدر مملكة البحرين التصنيف العام للمنتخبات الوطنية الذي أصدره الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في الثلاثين من مايو الماضي لجميع المنتخبات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي والذي جاء بعد النتائج المشرفة التي حققها المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة بإحرازه المركز الأول في النسخة الثالثة لبطولة أفريقيا المفتوحة للهوى لفنون القتال المختلطة التي قيمت في الفترة من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو بمدينة جوهانزبيرغ بجنوب إفريقيا واحتلال المنتخب الوطني المركز الثاني في النسخة الثانية لبطولة آسيا المفتوحة للهوى لفنون القتال المختلطة التي قيمت في الفترة من الثاني إلى الرابع من مايو بالعاصمة تايلندية بانكوك وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن محققته رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية من نتائج مشرفة جاء ثمرة للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة بمملكة البحرين من لدن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فتوجيهات جلالته أيده الله نبراس نقتدي به دائما من أجل مواصلة الجهود لتطوير وارتقاء هذه الرياضة والتي عززت من الحضور والتواجد البحريني على الصعيد العالمي لتتصدر بذلك المشهد وتكون في مقدمة الدول على مستوى التصنيف العام للمنتخبات الوطنية فالإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة أكدت أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف التي رسمناها لنكون في طليعة هذه الرياضة العالمية ونعاهد سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن نواصل النهجة لمزيد من النجاحات والإنجازات للرياضة البحرينية